بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشتركي قناة انا ورياضيات ورحب ايضا لتابعونا الجدد ونطلب منهم اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس بشجرهم الجديد اذا مرة اخرى مرحبا بكم في فيديو اخر فيديو اخر فضلت ان ندير فيديو اخر فيه التمرينات يعني تطبيقات لنظرية طاليس قبل ما نبدأ في النظرية العكسية لطاليس اذا جبت لكم تمرينين التمرين الاول يقول اليك الشكل المقابل هذا الشكل يطبق عليه نظرية طاليس لانه يحقق شروط نظرية طاليس ويسمى هذا الشكل بشكل الفراشة لانه على شكل الفراشة بعدما شفنا نظرية طاليس مطبقة في الفيديو السابق على مثلثين صغير كانت داخل مثلث كبير اليوم نشوف شكل اخر المثلث يكون المثلث هذا الصغير فوق المثلث الكبير ويسمى هذا الشكل كما قلت شكل فراشة اذا وقلت ان الهدف من نظرية طاليس هو حساب الاطوال اذا نتبقوا معي اذا في هذا الشكل مدنا او بي قياس او بي يساوي اثنين سنتيمتر و بي يساوي خمسة سنتيمتر ومدلي الطول سي دي يساوي اه ستة سنتيمتر اذا قلت طلب مننا حساب الطول ا ا ا ا انتبهوا معي اذا هذا الطول اذا اولا قبل ما نحسب طول ا ا ا لازم نشوف شروط طاليس هل تحقق شروط طاليس اذا شرط الاول كما قلت اذا انتبهوا معي اذا بي هي المشتركة النقطه المشتركه بينкт القطع المستقيمه ا اس اي و ا 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 الشرط الاول محقق الشرط الثاني مدهولنا في التمرين مدهولنا إذن سي دي إذن المستقيم سي دي يوازي المستقيم أ أ إذن نلاحظ أن كل شروط طاليس محققة في هذا الشكل إذن ما علينا إلا أن نستخرج النتيجة واللي هي وشي مدلي ركزوا معايا في الشكل التعالي الفراشة إذن دائما نفس الشي الترتيب مهم إذن هذا هو المثلث الصغير على المثلث الكبير إذن وش حنقول إذا قلت إذا حبيت نبدأ بالمثلث الصغير إذن نراحي الترتيب وش مدلي مدلي بي أ على بي سي تساوي بي أ على بي دي وتساوي أ أ على سي دي إذن نكتب هذ كل المواطعيات ونكتب النتيجة باش نبدأ في حساب طول أ أ إذن كتبت أ بي سي على استقامية نقط أ بي سي على استقامية و أ بي دي على استقامية هذي هما الشرطين زائد التوازي سي دي يوازي أ أ فإن نظرية التاليس تقول فإن عندي بي أ على بي سي تساوي بي أ على بي دي وتساوي أ أ على سي دي إذن كل الشرط طاليس مستوفات إذن أطبق نظرية التاليس إحنا عدنا إذن تهمني يهمني تهمني هذي العلاقة ركزوا معي تهمني هذي العلاقة بي أ على بي دي تساوي أ أ على سي دي لأن لماذا لأن ما عنديش طول بي أ وما عنديش طول بي سي إذن أستعمل هذه العلاقة إذن قلت بي أ على بي دي تساوي أ أ على سي دي إذن نعوذ القيم بي أ بي دي و سي دي نتحصل ركزوا معي إذن قلت بي أ شحل تساوي قلت أنها تساوي ثنين سنتيمتر ركزوا معي على بي دي شحل تساوي تساوي خمسة جيد تساوي إذن أ أ هو المطلوب إيجاده يلقى القيمة المجهولة على سي دي شحل ستة سنتيمتر إذن وش ندير هنا طريقة نستعمل جداء طرفين تساوي جداء الوساطين وش تخرج لي تخرج لي ثنين في ستة ركزوا معي إذن ثنين في ستة ثنين في ستة ماذا تساوي تساوي خمسة في أ أ خمسة أ أ ومنه نقسم على خمسة نقسم على خمسة أ أ ماذا تساوي أ أ رح تساوي لي ثنين في ستة شحل إثنى عشر على خمسة جيد إثنى عشر على خمسة إثنى عشر على خمسة شحل تخرج لي تخرج لي ثنين فاصل أربعة سنتيمتر لا ننسى دائما الوحدة وهو المطلوب إيجاده إذن في الأخير كتبت أ أ يساوي ثنين فاصل أربعة سنتيمتر هذا هي هذا هو طريقة الحل التمرين وتطبيق نظرية وفي آن واحد لي عانوا دائما من البرهان تعلى الهندس لي عندهم مشاكل إذن هذه هي طريقة الحل دائما نضع أولا المعطيات ثم الشروط نضع كل الشروط طاليس ثم نطبق تضرية طاليس ونحسب الأطول أتمنى أن يكون مفهوم ننتقل على بركة الله للتمرين الثاني ركزوا معي إذن التمرين الثاني يقول لتكن A B قطعة مستقيمة كيفية يقول التمرين أنشئ النقطة C التي تنتمي إلى A B حيث A C تساوي ثلاثة على خمسة A B هنا يدخل في إنشاء النقطة C ولكن دائما باستعمال نظرية طاليس إذن نركزوا معي إذن كأول خطوة راح نرسم القطعة المستقيمة A B ولتكن كيفية وش معنى كيفية أي تخذوها مثلا 6 5 7 كل واحد وش يديهاكم يعني قياس أنا راح نخذها كيفية يعني نرسم قطعة مستقيمة بهذا الشكل لما نشوف الأطوال الأطوال هنا لا تهم إذن أكتب النقطة التاعي A B ركزوا معي هنا الدقة في الهندسة مهم جدا إذن نكتب A B ثم باش نعين النقطة C التي تساوي ثلاثة أخماس A B ركزوا معي إذن علي أن أقسم A B القطعة المستقيمة إلى خمسة أجزاء مستقيمة متساوية وتقسيم قطعة مستقيمة إلى أجزاء متساوية شفناها في الفيديو السابق إذنا كل من عنده مشكلة في تقسيم قطعة مستقيمة إذا ما عليه الا أن يعود إلى الفيديو السابق ل المسالح ليس إن قد نرسم قطعة مستقيمة إلى أجزاء متساوية وش قلنا في تقسيم قطعة مستقيمة إلى أجزاء متسوعة قلنا أولا كأول خطوة رح نرسمه نصف المستقيم الذي مبدأه A على أي فرجة تحبه مثلا هكذا أو هكذا هذا لا يهو إذن نرسم نصف المستقيم A ونسميه مثلا A-C أو A-M تسموه كما تحبه ثم وش رح ندير ركزوا معي إذن رح نفتح المدور التاعي على أي فرجة على أي فتحة سواء صغيرة أو كبيرة هكذا مثلا نفتحها أنا هكذا وش رح ندير؟ رح ندير مصمار المدور على A ثم أقسمها إلى خمسة أجزاء متساوية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يعني شرحت الطريقة بالتفصيل في الفيديو السابق إلى خمسة قطع ثم وش رح ندير؟ نسمي مثلا النقطة الأخيرة نسميها D على الخمسة أجزاء وأسمي نتبهوا معي هنا عندي ثلاثة على خمسة وسمي النقطة على الجزء الثالث واحد اثنين ثلاثة مثلا سميها أ ثم رح أصل بين النقطة D والنقطة B ركزوا معي ثم نقوم بالتفصيل ثم نستغرق مستقيم الموازي للقطة او للمستقيم بي دي كما عودتكم في الفيديو السابق المستقيم الموازي لبي دي والذي يمر من المستقيم الموازي لبي دي والذي يمر من او نضي الرأس عامود على المستقيم أسحب الكستاي حتى نوصل نقطة A ثم ندير المستقيم الذي يمر من A ويقطع B هكذا ثم النقطة هذه راح تكون بالضبط هي النقطة C لأنني هذا الجزء راح يساوي لي ثلاث أجل يعني ممكن نتبهوا معي نقسم القطعة المستقيمة التاعي إلى خمسة أجزاء شرحتها من قبل نمشي هكذا الجزء الأول هو هذا الجزء الثاني هو هذا ثم نمشي بالمسطرة التاعي وأخيرا إذن إذن مش معنتها؟ معنتها قسمت القطعة التاعي إلى خمسة أجزاء لماذا أخذت النقطة C هي هذه؟ لأنني أعطى لي A C تساوي ثلاثة على خمسة هنا هذا الجزء واحد على خمسة هنا هذا الجزء ثنين على خمسة وهذا شحل يساوي ثلاثة على خمسة وهنا نقطة هذه أربعة على خمسة وهذه B خمسة على خمسة وهي تساوي نقدر نكتبها خمسة على خمسة والتي تساوي الوحدة إذن قسمت A B إلى خمسة أجزاء إذن نقطة C تاعي التي تساوي قلت A C تساوي ثلاثة على خمسة ثلاثة أجزاء من خمسة تاع B فشكي مثل آخر للبكتبان من خمسة عادة نقطة وهذه لو كان يقال لكم أربعة من خمسة تحبطون هذه لو كان لكم ثنين على خمسة في النقطة أو على واحد على خمسة تحبطون هذه وهكذا أي نقطة أي المهم دائما مثلا مثلكم سبعة على ثمانية و ما ستقسمه؟ ستقسم القطعة التعزاء إلى ثمانية أجزاء ورح تاخذوا مثلا ثلاثة على ثمانية رح تاخذوا ثلاثة أجزاء من ثمانية أتمنى أنني وفقت في شرح هذا التمرين وانتمنى لكم نهاية عطلة سعيدة للجميع وانتمنى أنكم ركم استفادوا من شرح التاعي أطلب من الله تعالى أن يعينكم على ذلك وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأدعو لكم بكل خير وإلى الملتقى إن شاء الله